اشتركوا في القناة تدريبية استشفائية تضمنت توزيع اللاعبين الى مجموعتين بحسب عدد الدقائق التي لعبوها في مباراة اليابان المدير الفني ايمن الحكيم اكد لللاعبين في الدرس النظري اليومي على اهمية استخلاص النقاط الايجابية من مباراة اليابان وتجاوز بعض السلبيات التي ظهرت وضرورة المحافظة على التواضع وعدم المبالغة في نشوة الانتصار وخاصة ان امر التأهل في الدور الثاني لم يحسن بعد مشيرا في الوقت ذاته الى ان هدفنا كان ولا يزال هو الوصول الى المربع الذهبي ومن ثم الى اولمبياد توكيو وان الطريق لا يزال طويلا من اجل تحقيق ذلك ويتطلب المحافظة على الانضباط والتركيز طيلة الايام المقبلة وكانت تساعد الاعلام قد سلطت الضوء بشكل كبير على الانتصار الذي حققه منتخبنا الاولمبي على نظيره الياباني ولسيما ان هذا الفوز انهى مسيرة المنتخب المضيف لأولمبياد توكيو في البطولة الاسوية والذي كان يمن النفس بلعب ست مباريات فيها حسب تصريحات مدربه لموقع الاتحاد الاسوي وفي هذا السياق اكد حالس مربع منتخبنا ويليام غنام ان الفوز على اليابان قد خففت من الضغوطات على اللاعبين ولسيما بعد التعادل مع قطر في المباراة الافتلاحية ومنح اللاعبين حافزا جديدا من اجل مواصلة سلسلة النتائج الايجابية في البطولة وقال المباراة المقبلة مهمة جدا ونسعى للفوز بها لنؤكد بان منتخبنا وعلى عكس التصنيف الذي دخل به البطولة هو من كبار اسيا ويستحق ان يواصل المشوار لابعد مسافة ممكنة ونتمنى ان نحقق الفوز لنسعى جماعينا الحبيبة التي تساندنا وتقف معنا جديد بالذكر ان مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات ستجري جميعها في توقيت واحد حيث يراقب الكادر التدريبي لمنتخبنا نتائج المجموعة الاولى عن كثب وكذلك منتخبات هذه المجموعة من خلال حضور مبارايتها مباشرة في الميدان لنتعرف على هوية المنتخب الذي سنواجه في الدور الربع النهائي ونقاط القوة والضعف لديه اما عن المباريات التي جرت اليوم الثلاثة حيث غادر منتخب العراق العلمبي بطولة اسيا من دورها الاول بعد تعادله مساء اليوم الثلاثة امام منتخب تايلاند بهدف لكل فريق وتصدر المجموعة الاولى منتخب استراليا برصيد خمسة نقاط فيما حل المستضيف المركز الثاني برصيد أربعة نقاط وحل المنتخب العراقي الثالثا بثلاث نقاط فيما تزيل المنتخب البحريني ترتيب المجموعة بالنقطتين وتقدم المنتخب تايلاند من ركل الجزاء في الدقيقة الثالثة وتعادل للعراق اللعب محمد قاسم في الدقيقة 48 من المباراة اما في اللقاء الثاني الذي جرى اليوم حيث تأحد المنتخب الاسترالي للدور الثمانية ببطولة كأس اسيا وذلك بعد تعادله مع المنتخب البحريني بهدف لكل منهما وتقدم المنتخب الاسترالي بهدف في الدقيقة 34 وتعادل للمنتخب البحريني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول وحصدت أسراليا خمس نقاط في استضارة بفارق نقطة أمام المنتخب التايلندي الذي صعد كثاني المجموعة وودع المنتخب البحريني البطولة بعد احتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين برفق المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط أما مباريات يوم غدن الأربعاء حيث يلتقي ضمن منافسات المجموعة الثالثة أسباكستان مع كوريا الجنوبية والصين مع إيران المباريتان سوف تقام في الساعة 12 وربع بتوقيت دمشق أما ضمن منافسات المجموعة الثانية سيلتقي السعودية مع سوريا وقطر مع اليابان في الساعة الثالثة والربع بتوقيت دمشق طبعا جميع المباريات منقولة على قناة بي انسبور وعلى قناة الكاس القطرية المنافسة مشتعلة بين متخبنا السوري والمتخب السعودي لصدارة هذه المجموعة بعدما غادرت المتخب الياباني مستضيف أولوبيات توكيو القادمة متخبنا السوري رح يحاول يخطف النقاط الثلاث من أجل تعزيز صدارته كل التوفيق لمتخبنا في مباراته القادمة واتمنى يكون هذا الفيديو نال أعجابكم لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى يصلكم كل شي جديد ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام تقبلوا تحياتي محدثكم غسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر